أعتقد أن الأمر المهم والأهم في هذه المقابلتين أنا أريد أن أتحدث عن دوماتش لأننا حللنا المباراة يوم 6 هي الاستفاقة المعنوية يعني بعد النكسة كأس إفريقيا والكلمة في محلها نكسة كأس إفريقيا وصورة نكسة كأس العالم المنتخب الوطني أعتقد أنه تفاعل إيجابيا مع العودة للمنافسات الأفكسية وعرف أنه لا تدخل في فترة فرق هذا هو الخطر أعتقد أنه هناك عمل بسيكولوجي عمل بسيكولوجي تقبل الفني وثاني اللاعبين داروا عمل بسيكولوجي معهم هذا يظهر هذا يظهر يضعون أين بشرائ الأخفر يجب أن تطبيق الأشخاص محلوات سيكولوجي بعض المنطقة ورؤية أكثر الزائمة يعني المؤمورية كأس إفريقيا أظن أنها حل تقدر تخول في مدسات بدأنا قدم ونسف بدأنا 50% المشوار أربما أكثر من 50% أكثر أكثر ليس نقعد إيجابيا اليوم أرأنا على بعد ربع نقاط من النصحة بالمرتبة التالية يعني عندنا دي جوكال وكل هذا بتعداد ناقص كان كواضم من المنتخب الوطني 2 أو 3 ما كانوش لذلك هذا العامل البسيكولوجي تريزم بروس تديرك ونيبسي دون فاس ديفيسي يعني مام اسماها الناخ بالوطني بالمأساة واسماها بالمأساة إلا إلا بارني دون فاس دراماتيك دون شك دراماتيك ونيبسي كمام ونيبنو ديريزلطان سيفريك لذلك 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 كمامرون لذلك ولذلك فسيئة أفريكية لكن الأشياء أفريكية أفريكية من نواتيك سيفري في الإلمانات هذا 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 رغم أنه كان مثلا بوركينا سينيغال جزائر ومالي ربع منتخبات هذو يجابوا 6 نقاط هذو هذو يتعاملون بإجاب بإجاب بقي كاليا لمكات أنا أرى اليوم فريق مصري يعاني مع إثيوبيا ومم في إثيوب ولكن هذا صافر ميوسي كان بعض اللاعبين الذين نسيبهم يتعاملون يتعاملون بإثيوبيا ولكن يجب أن يتعاملون لتعاملون ميوسي ومم أعتقد أن دو جوار كما عمورة والناس وطوبة وطوبة بهذا أخص هذو جوار كانوا يمت ومش مد البارح ونهار السبت اللاعبين كانوا يمت ضد الكامرون أو في كأس إفريقيا هذو 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 إختيالات ونهار كانوا فهل وفهل تتعاملون أن هذه مد الهيو يتعاملون فهذا فعلت الإصدام من دفاعات أو دفاعات لذلك يبدأ ضد بدايل وفي ذلك هناك أيضاً دفاعات الذين يتحدثون مع الثامن ويوجدون على المحطة الآخرة والدفاع الأخيرة أو ربما لوسط الميدان؟ في الدفاع في الوسط الميدان وفي الهجوم وبعد نقدروا ندخلوا في الديطا خلينا نديروا تور ديطا بل باش نعرفوا على الأقل هذين الانتصارين وخاصة انتصار أمس اللي ربما يأتي تأكيدا لموبارت أوغندا وخاصة هذه الست نقاط خلينا المنتخب والجمهور يرتاح نوعا ما بعد كما قال نكستين مش نكسة وحدة كأس إفريقيا وكأس العالم إقصاء مر في كأس إفريقيا وفي كأس العالم هل هي قلب الصفحة يعني كأنه افتحنا صفحة جديدة مع هذه المنافسة ولكن كنا نقوله بأن المنتخبات هذه مهمش منتخبات قوية ولكن العودة للنتائج لسكة النتائج الإيجابية ما هيش سهلة في كل مرة بعد نكسة كما هذه نعطيك على سبيل مثال اليوم كنا ننضيبه في تونس على المدرب الوطني تونس في بوتسوانا 0-0 فاليخ بوتسوانا ما كأش قاع 0-0 في بوتسوانا يعني اليوم في بوتسوانا وهم متأهلين كأس العالم اليوم ما يفي تونس اليوم راهو ديباس في فرنسا في فرنسا مثلا بعد التعادل خسارة أمام دانمارك والتعادل أمام كرواتيا وسائل الإعلام وكل بلاتوها تحتوا على أن ديشون محل انتقادات كبيرة قبل 6 أشهر كاس العالم شحرم شحرم لا مش شحرم اليوم اللي نتكلم علي فرق الإفريقية نتا سيتيت تكليوكا تا بوتسوانا بوتسوانا هلا لا أذكر أحنا هم أعظروا في بوتسوانا كان مدرب عادل عمروش يعني كوفرون ديلك تا بليلي مش كوفرون كوفرون كورنر ديلك كورنر ديلك يعني هذي بوتسوانا يعني اليوم باش نبيين لك بليك رغم أن الفريق التونسي رأم أهل اليوم في هذا أنت صحة حتى نعودي إلى تأهل المنتخب التونسي مع احترامنا المنتخب التونسي منتخب التونسي هو المنتخب الوحيد اللي يرحل لكاس العالم ومسجلش حتى هدف الهدف الوحيد اللي يتسجل كان ضد مرماء ضد مرماء يعني تأهل علش نبقى تناطرا فير لا غورش عدم تأهل لكاس العالم كين هو كين بعض المنتخبات أبسولي ما لا لا غانا تروح لكاس العالم مع نيجيريا مع نيجيريا وحنا نفسنا عليها 3-0 قبل كاس إفريغيا في مباراة والديا نعم لكن في المنافسات الرسمية ما مديناش أكثر من غانا صح صح معاك هو الصح اليوم المهم أن الفريق الوطني منهارش مهم جدا في المحطة هذه أن تخرج بعد زوج خيبات كبيرة في الكرة الجزائرية الفريق الوطني مهما منهارش نعطيك على سبيل متال خارجين من كاس العالم 2010 أهنا بعد 39 سنة غيب يلي الأسف نرح نشكة إفريغيا أفريغيا يعني اليوم 2013 نرح نشكة إفريغيا أفريغيا أفريغيا لفاست فيها لازومبي ونهزمنا أنا داك أمام إفريغيا الوسطى أمام إفريغيا الوسطى أمام إفريغيا الوسطى طنزاني لا مش مع حالي لوزيت مع طنزاني كان عبد الحق بن شيخ لا لا كان سعدان سعدان دلقاء هنا ولكن في مليدهم بعد ليموجي سعدان جاء عبد الحق بن شيخ أنا رحت لفريغيا الوسطى مع المنتخب أنا داك أمام بن شيخ نعم نعم يعني بس تشوف يعني للآن تصفيات كأس إفريغيا ما وليتش سهلة كيما بك وقالوا أن عدد الفريغ يعني عاود أنا عاود نقول لي اليوم اليوم الفريغ ما نهارش وخاصة أنه عاد بانتصار خارج ديار مهم جدا من جانب نفساني ومن جانب يعني المستقبل عندما تفوز خارج ديار يعطيك واحدة ثقة مهمة جدا ونحن نعرف أن بعض اللاعبين اللي استدعاهم من الناخب الوطني بالماضي أول مرة يديروا سفرية لأفريقيا يعني جل اللاعبين اللي جاءوا هذه المرة اللي ناداهم في المباراة ولكن في التشكيل الأساسي يعني تشكيل الأساسي رشيد ما كانش فيه لاعب بجديد ما كانش لعب تشكيل الأساسي وما تدخلوا نفس اللاعبين لا تكلموا على اللاعبين اللي اللاعبين ما بين مبارة أوغندا والمباراة هذه اليوم ما يهمنا اليوم أننا عدنا إلى انتصاد كما تفضلت وقلت أقريبا نحن نحن دي بورسان كاليفي برسكسي أقريبا أقريبا يعني ستو الخري لدو ماش درومات نول أوغندا ونيجر نيجر أنا شوفه في طابلون لحد الآن منتخب النيجر اللي اعتبرناها الأضعف في المجموعة رو مازل منها زمشا تعادل ونيجر تعادلت مع أوغندا خارج ديها ما رسوفهوش لعبوا في البنين لعبوا في البنين والمباراة التانية رحوا تعادلوا في أوغندا في كونبارا يعني تعادلين تعادلين مهمين يعني نيجر لفريق متواضع ربحناها بستة أو نيجر من قبل ستة مباراة أخيرة في نيامي ليه موش يهمنا أننا عدنا إلى سكة الانتصارات هذا مما يخلي طاقم الفني يخدم برفياحية ويخدم تزامن مع تغييرات اللي رح يقوم بها في هذه المرحلة لأننا اليوم نحبون أن نكرهم لازم اليوم تغيير جديد لأننا شفنا المباراة أخيرة خاصة في وسط الميدان وسط الميدان لذيه ظهر بأنه محتاج إلى محرك هجوم رح نقول لك رشيد نروح